التقى قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوى بكل من الفريق بحري إدوارد الجرين كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفريق مهندس جائيل دياز مدير التطوير الدولي للإدارة العامة للتسليح الفرنسية وذلك خلال زيارتهما لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية تناولت اللقاءات منقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والبلدين الصديقين كما تضمنت الزيارتان المرورة على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية في الأوينة الأخيرة يأتي ذلك تأكيدا على الروابط الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول ترجمة نانسي قنقر